أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الروابط الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تستند إلى علاقات أخوية ممتدة في جذور التاريخ وتشهد على الدوام تطورا مستمرا على كافة صعد التعاون والتنسيق المشترك نعم وذلك في ظل ما تحظى به مسارة العلاقات من حرص واهتمام بتنميتها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله مشيرا سموه إلى همية مواصلة ترسيخ مستويات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يعود عليهما بالنماء والازدهار جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين وذلك في إطار زيارة سموه لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالية اليوم الوطني بجناح مملكة البحرين في معرض إكسبو 2020 بدبي حيث أشاد سموه بالنجاح المتميز الذي يحققه معرض إكسبو 2020 دبي وما يجذبه من اهتمام عالمي يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على حد سواء معربان عن تمنياته للإمارات الشقيقة بمزيد من التقدم والتطور على جميع الأصعدة وجرى خلال اللقاء بحث أوجه الشراكة بين البحرين والإمارات وسبل تعزيزها إلى جانب استعراض أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات من جانبه عرب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام بتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين وشعبيهم الشقيقين بما يعود بالخير والنماء على الجميع معربا عن ثمانياته لمملكة البحرين بالمزيد من الازدهار والتقدم